في الفيديو ده هنفهم مع بعض هيه اللي بيحصل في دورة الطمس او الحيط او اللي هي معروفة باسم الدورة الشهرية هنعرف مراحل دورة الطمس وهنعرف التغيرات اللي بتحصل في المبيض والرحم وكل حاجة تخص الدورة الشهرية في العنسة بس في الاول كده اكتر حاجة تهمني في شرح دورة الطمس هو الترتيب ودي اكتر حاجة هركز عليها الشرح بالترتيب هيفرق معايا جدا وانت بتستوعب وبتستفيد وبتثبت المعلومات هنبدأ بعرض شامل وسريع للي بيحصل داخل المبيض وبعد كده هنوصف الثلاث مراحل لدورة الطمس هنوصفهم بغير ما نرتبهم عشان نفهمهم الاول وبعد كده هنشرحهم تاني بالترتيب الفعلي لوقت حدوثهم وبعد كده نربطهم بالرسومات البيانية واخر حاجة هنشرحها هي في حالة حدوث اغصاب للبويدة مبدئيا احنا محتاجين نعرف الفرق ما بين دورة الطمس اللي مدتها بتكون حوالي 28 يوم في الشائع وما بين مرحلة الطمس اللي بتكون حوالي من 3 ل 5 ايام مرحلة الطمس هي عبارة عن مرحلة من 3 مراحل بتمر بيها دورة الطمس فعمنا قبل كده من شرح المبيض ومراحل تكوين البويدة ان الانسة لما بتتولد المبيض بيكون في الاف الخلايا الصغيرة واللي اسمع الخلايا البيضية الاولية وبعد لما توصل لسن البلوغ اللي بيكون من حوالي من 12 ل 15 سنة بتبدأ الغدة النقامية في افراز هيرموناتها من ضمنها في الهيرمونات المنبئة للمبيض والهيرمونات دي هي هيرمون اللي el FSH وهيرمون ال ال l h هيرمون ال FSH بيقبر ان حويصلة اللي وجواها والخلية البيضية الاولية وبيحولها ان حويصلة كبيرة اسمها حويصلة جراف اللي بتفرس بعد كده هيرمون اسمه هيرمون الاستروجين وهيرمون الاستروجين قلنا ان هو معروف باسم هيرمون البلوغ لانه الهيرمون اللي بيسبب ظهور الصفات الانسوية زي مثلا نمو الغدد الصديية وكبر حجم السادي وكمان بيق Early% عالم الو بطانة الرحم بعد كده الغودة النقامية بتفرز الهيرمون التاني بتاعها وهو هيرمون الـ LH وهيرمون الـ LH معروف انه عدو حوى صلة جراف لانه بيفجر حوى صلة جراف وبيخرج منها الخلية البيضية السانوية وبيحاولها للجسم الاصفر بعد كده الجسم الاصفر بيفرز هيرمون البروجسترون اللي معروف باسم هيرمون الحمل تعالوا بعد كده نعمل ترتيب افتراضي من دماغنا يساعدنا على فهم دورة التمس وبعد ما نفهم مراحل دورة التمس هنرجع نرتبهم ترتيب صحيح على حسب اللي بيحصل فعلا فأول حاجة كده دورة التمس بتاخد 28 يوم وبيقسموا 28 يوم على 3 مراحل أول مرحلة هنفهمها اسمها مرحلة الندج وتاني مرحلة اسمها مرحلة التبويض وتالت مرحلة اسمها مرحلة التمس مرحلة الندج بتاخد حوالي 10 أيام الفص الأمامي للغدة النخمية بيفرز هيرمون التحاصل اللي اسمه هيرمون الFSH فبتكبر حوصلة جراف اللي جواها الخلية البيضية الأولية حوصلة جراف أثناء نموها بتفرز هيرمون اسمه هيرمون الاستروجين اللي بينمي بطانة الرحم وده كان باختصار اللي بيحصل أثناء مرحلة الندج بعد كده ندخل على المرحلة التانية وهي مرحلة التبويض في المرحلة دي الفص الأمامي للغدة النخمية بيفرز هيرمون الLH اللي اسمه الهيرمون المصفر والهيرمون ده هو عدو حوصلة جراف لأنه بيفجرها وبيخرج منها الخلية البيضية السانوية بعد ما انقسمت طبعا ونفهم الحتة دي أكتر في مراحل تكوين البويضة المهم أن المرحلة دي اسمها مرحلة التبويض لأن الخلية البيضية السانوية خرجت من حواصمة جراف بعد انفجرها بعد كده بواقي حواصمة جراف اللي انفجرت بتكون الجسم الأصفر بفعل هيرمون الLH والجسم الأصفر بعد كده بيفرز هيرمون البرجسترون اللي بيزود سمك بطانة الرحم وبيزود الشعيرات الدموية اللي فيها علشان يجاهز الرحم لاستقبال الجنين مرحلة التبويض بتبدأ في اليوم الـ 14 من بداية التمس وبتستمر لمدة 14 يوم نيجي بعد كده لمرحلة التمس التمس بيحصل لو ما حصلش يخصاب للبويضة يعني ما بيحصلش تمس إلا لما ما يكونش فيه حيوان منوي خاصة بالبويضة في مرحلة التمس الجسم الأصفر بيبدأ انه يظهر تدريجي وبيقل إفراز هيرمون البرجسترون وده بيسبب هدم بطانة الرحم وتمزق الشعيرات الدموية بسبب انكباضات الرحم فيبدأ يخرج بالدم والمرحلة دي بتاخد حوالي من 3 ل 5 أيام دول كانوا الثلاث مراحل بتوع دورة التمس بس طبعا احنا درسناه مش بالترتيب الفعلي الصحيح لأن أصلا دورة التمس بتبدأ فعليا مع أول نوت الدم بتخرج بفعلي الدورة اللي قبلها فلو هندرس مراحل دورة التمس بالترتيب هنبتدي بمرحلة التمس وبعد كده مرحلة النطج وبعد كده آخر مرحلة وهي مرحلة التبويد فهيبقى كده بالترتيب أول مرحلة في دورة التمس هي مرحلة التمس واللي بتاخد وقت من 3 ل 5 أيام قلنا أن مرحلة التمس بتحصل في حالة عدم حدوث إخصاب للبويدة واللي بيحصل فيها هو أن الجسم الأصفر بيبدأ أنه يصغر بشكل تدريجي وبيبدأ يعل إفراز هرمون البرجسترون وده طبعا بيسبب هدم بطانة الرحم وتمزق الشعيرات الدموية وقلنا الكلام ده بيحصل بسبب انكباضات الرحم فبيخرج الدم اللي معروف بدم التمس أو دم الحيد وقلنا أن المرحلة دي بتاخد من 3 ل 5 أيام تاني مرحلة بتحصل معنا هي مرحلة نطج البويدة الفصل أمام الغد النخمية أنه هو بيفرز هرمون الـ FSH فبيزيد تركيز هرمون الـ FSH هرمون الـ FSH بيحفز على نطجه حوصلة جراف اللي بيكون بواها الخلية البيضية الأولية واللي بتنقسم فبتتحول إلى خلية بيضية سنوية وأثناء نمو حوصلة جراف بتفرز هرمون الاستروجين اللي بيعمل على نموه بطانة الرحم وبالتالي كده احنا بنستنتج أن هرمون الاستروجين تركيزه بيزيد مباشرة بعد زيادة تركيز هرمون الـ FSH والمرحلة دي بتاخد حوالي عشر أيام نيجي بعد جان المرحلة التالتة والأخيرة وهي مرحلة التبويد في مرحلة التبويد الفصل أمام الغد النخمية بيفرز الهرمون المصفر اللي هو هرمون الـ LH فبيبدأ أنه هو يزيد تركيزه في الدم وبتبدأ المرحلة دي في اليوم الـ 14 من بداية التمس هرمون الـ LH بيسبب انفجاره هو سنتجراف فبتخرج الخلية البيضية السنوية وبيتكون الجسم الأصفر اللي بيفرز بعد كده هرمون البروجسترون هرمون البروجسترون بيبدأ أنه يزود سمك بطانة الرحم وبيزود الشعيرات الدموية علشان يجهز الرحم أنه هو يستابل الجنيه وبتستمر مرحلة التبويت حوالي 14 يوم أحد ما بعد كده بتبدأ دورة تانية بناء على الكلام ده تعالى نشوف منحنا نفهم منه اللي بيحصل لبطانة الرحم خلال دورة التمس أول مرحلة قلنا أن هي مرحلة التمس سمك بطانة الرحم بيكون كبير ولكن لما البويضة ما تلاقيش حيوان منوي يخصبها بيبدأ الجسم الأصفر أنه يضمر وبيقل البروجسترون وفجأة بتتحدم بطانة الرحم فبيقل سمك الرحم فجأة فندخل بعد كده على المرحلة التانية وهي مرحلة النطب اللي بيزيد فيها سمك بطانة الرحم بالتدريج بسبب فعل هرمون الستروجين اللي بتفرزه حوالسيلتغراف واللي قلنا بيعمل على نمو بطانة الرحم وفهمنا أن مرحلة النطب بتستمر خلال عشر أيام وبكده يبقى حوالي عدى 14 يوم من دورة التمس بعد كده بتبدأ مرحلة التبويد اللي بيكون فيها الجسم الأصفر بيفرز هرمون البروجسترون اللي بيزود سمك بطانة الرحم وبعد ما يعدوا ل 14 يوم بتوع مرحلة التبويد بتبدأ دورة جديدة بيحصل فيها النفس اللي حصل فيها قبلها طالما ما حصلش إخصاب للبويدة تعالى دلوقتي نفهم الزيادة والنقص في تركيز الهرمونات احنا كده معانا أربع هرمونات اتنين من الغدة النقمية وهما الـ FSH والـ LH واثنين من المبيض وهما الـ Estrogen والبروجسترون تعالى نشوفهم ونفهم تركيزهم خلال دورة التمس فأول مرحلة وهي مرحلة التمس اللي بتكون من 3 ل 5 أيام هرمون الـ FSH وهرمون الـ LH بيكونوا قليلين وبالتالي الـ Estrogen والبروجسترون برضو بيكونوا قليلين يعني كده مرحلة التمس هي المرحلة اللي كل الهرمونات فيها بيكون تركيزها قليل بعدها بتبدأ مرحلة النضغ اللي بيزيد فيها تركيز هرمون الـ FSH هرمون الـ FSH بيكبر حويسلة جراف اللي بتفرز هرمون الـ Estrogen فبيزيد تركيز الـ Estrogen بعد زيادة هرمون الـ FSH في مرحلة النضغ وبعد مرور 14 يوم من الدورة بتبدأ المرحلة التالتة وهي مرحلة التبويد اللي بيقل فيها هرمون الـ FSH وبتنفجر حويسلة جراف فبيقل برضو هرمون الـ Estrogen هو كمان وكل ده بسبب زيادة إفراز هرمون الـ LH اللي بيزيد مراحلة فبيفجر حويسلة جراف وبيكون الجسم الأصفر اللي بيفرز هرمون الـ Progestron فبيزيد هرمون الـ Progestron بعد زيادة هرمون LH وبعد كده بتبدأ دورة جديدة وعكذا طيب كل الكلام ده في حالة لو ما حصلش إغصاب للخلية البيضية السنوية إنما لو حصل إغصاب للبيضة في التالت الأول من قناة فنوب وبدأت إنها تنقسم علشان تكون الزيجوت اللي هو الجنين في الحالة دي الكلام هيتغير لأن في الحالة دي الجسم الأصفر هيفضل زي ما هو مش هينكمش ومش هيدمر وهيفضل يفرز هرمون الـ Progestron اللي معروف باسم هرمون الحمر لأنه هو الهرمون اللي بيزود سمك بطانة الرحم وبيجاهز الرحم لاستقبال الجنين وطالما إفراز هرمون الـ Progestron شغال يبقى كده هتوقف الدورة الشهرية وحيوقف الطمس لحد بعد الولادة بس الجسم الأصفر هيوصل لأقفى نموه ليه في نهاية الشهر الثالث لحد هنا وهينكمش ويضمر واللي هيكون مسؤول عن إفراز هرمون الـ Progestron من بعد الجسم الأصفر هي المشيمة واللي هتكون تكونت في الشهر الرابع من الحمل علشان كده لو الجسم الأصفر اتحلل قبل الشهر الرابع بيؤدي إلى الإقهاض بسبب أن المشيمة لسه ما تكونتش وساعتها ما فيش حد هيفرز هرمون الـ Progestron وبكده بنستنتج أن الهرمون اللي بيتم إفرازه من مصدرين أو عدوين مختلفين هو هرمون الـ Progestron لأنه بيتم إفرازه من الجسم الأصفر لحد الشهر الرابع من الحمل وبعد كده من المشيمة بداية من الشهر الرابع لحد الولادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة